موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم المشاهدون الكرام عزيزي الدارس في جامعة العلوم والتكنولوجيا كلية العلوم الإدارية قسم العلوم الإدارية المستوى الثاني من جميع البرامج وكذا المستوى الثالث برنامج الإعلام نرحب بك في هذه الحلقة الخامسة من سلسلة مبادئ التسويق وقد كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة المقصود بتجزئة السوق وكذا العوامل المؤثرة في تجزئة الأسواق والأسس المتبعة في تجزئة السوق وكذا خطوات تجزئة السوق وفي نهاية الحلقة أوردنا مجموعة من التدريبات وكنا قد وعدنا بالإجابة عنها في هذه الحلقة والإجابة هي التدريب الأول المطلوب فيه تعريف السوق والإجابة هي وردت عدة تعريفات للسوق ويعرف السوق من وجهة النظر التقليدية بأنه المنطقة الجغرافية التي تجمع المشترين والبائعين أما الاقتصاديون فيعرفون بأنه العلاقة بين العرض والطلب للسلعة الماء ويعرف كوتلر السوق بأنه جميع المستهلكين المحتملين الذين يتشابهون في حاجاتهم ورغباتهم والذين لديهم المقدرة والرغبة في القيام بعملية التبادل من أجل إشباع حاجاتهم ورغباتهم تلك أما برايد وفريل فيعرفان السوق بأنه مجموعة من الشركات أو الأشخاص الذين يحتاجون لسلعة معينة ولديهم أو لديها المقدرة أو القوة الشرائية والرغبة والسلطة لشراء تلك السلعة السؤال الثاني المطلوب فيه مقارنة سلوك المستهلك النهائي والمشتري الصناعي والإجابة هي المستهلك النهائي غالبا عاطفي المشتري الصناعي رشيد المستهلك النهائي يشتري بكميات قليلة المشتري الصناعي يشتري بكميات كبيرة المستهلك النهائي عدد المشتركين في اتخاذ القرار الشرائي قليل المشتري الصناعي المشتري الصناعي عدد المشتركين في اتخاذ القرار الشرائي كبير المستهلك النهائي يعتمد على معلومات غير فنية المشتري الصناعي يعتمد على معلومات فنية التدريب الثالث المطلوب فيه ما هي أسس تجزئة السوق الاستهلاكي والإجابة هي يمكن تقسيم السوق الاستهلاكي إلى أقسام باستخدام أحد التقسيمات الآتية جغرافية ديمغرافية إحصائية السكان سيكولوجية نفسية سلوكية سلوك العميل تجاه المنتج عميل سابق عميل محتمل عميل دائم حسب استخدام المنتج وحسب توقيت الشراء وحسب الفائدة المطلوبة من المنتج التدريب الرابع المطلوب فيه ما هي أسس تقسيم السوق التجاري والإجابة هي واحد ديمغرافية اثنان متغيرات التشغيل ثلاثة أسلوب الشراء أربعة خصائص الطلب خمسة سلوك العملاء التدريب الخامس المطلوب فيه أذكر بإيجاز خطوات عملية تجزئة الأسواق والإجابة هي واحد تحديد القطاع المستهدف اثنان تحديد القطاعات الجذابة من القطاعات السابقة ثلاثة تحديد إمكانية الفرد للتعامل مع تلك القطاعات الجذابة أربعة اختيار القطاعات الجذابة والمستهدفة للتعامل معها وتنمية نشاط الفرع عزيز الدارس سنتناول في هذه الحلقة الوحدة الرابعة وهي بعنوان المزيج التسويقي يتوقع منك بعد مشاهدة هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية واحد توضيح المزيج التسويقي التقليدي ومكوناته والفرق بينه وبين المزيج التسويقي الخدمي ومكوناته اثنان تعرف مفهوم المنتج باعتباره العنصر الأول للمزيج التسويقي التقليدي والأبعاد الأساسية لمفهوم المنتج ثلاثة تبين أنواع المنتجات والسلع ولتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية واحد مفهوم المزيج التسويقي اثنين مفهوم المنتج ثلاثة أنواع المنتجات والآن نبدأ بالفقرة الأولى وهي بعنوان مفهوم عناصر المزيج التسويقي عزيز الدارس يعد المزيج التسويقي واحدا من أبرز وأهم العناصر التي تؤلف أي استراتيجية تسويقية ويرى كوتلر أن المزيج التسويقي هو التسويق نفسه أو بشكل أدق فإن المزيج التسويقي يمثل على أرض الواقع الاستراتيجية التسويقية الشاملة التي ترسمها الإدارة العليا للمنظمة ويتعلّف المزيج التسويقي من أربعة عناصر أساسية حددها جريم ماكرثي وهي الأدوات التسويقية لسياسة ناجحة ويمكن توضيح فور بيس ذلك من خلال الشكل الآتي عزيز الدارس الشكل الذي أمامك يبين عناصر المزيج التسويقي بدءا بالمنتج ثم التسعير ثم الترويج ثم التوزيع ونلاحظ أنها أخذت في حلقة دائرية محورها الزبون المنتج يعني ما يعرضه المسوق نفسه خاصة المنتج والتغريف ومجموعة من الخدمات التي يحصل عليها المشتري عند شرائه للمنتج اثنين التوزيع والمكان الترتيبات التي يعمل على جعل المنتج في متناول المشتري ووصوله إلى السوق المستهدف ثلاثة الترويج يعني نشاطات الاتصال مثل الإعلان وترويج المبيعات إلى آخره أربع السعر يعني سعر المنتج بالإضافة إلى الرسوم الأخرى مقابل التوصيل والتصريح إلى آخره وقد اقترح عدد من الباحثين إطارا يخص الخدمات معدلا عن النموذج التقديدي للمزيج التسويقي ويتضمن هذا الإطار الخاص بتسويق الخدمات سبعة عناصر واحد منتج الخدمة اثنين السعر ثلاثة التوزيع أربعة الترويج خمسة الناس ستة الدليل المادي سبعة عملية تقديم الخدمة عزيز الدارس كان ذلك عن مفهوم المزيج التسويقي أما مفهوم المنتج فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية المنتج في مفهومه الضيق كل شيء مادي أو له خصائص مادية يتم بيعه إلى المشتري في السوق إلا أن المنتج في مفهومه الواسع وفي إطار علم التسويق هو كل شيء مادي ملموس أو غير ملموس يتلقاه الفرد من خلال عمليات التبادل بمعنى أن المنتج عبارة عن حزمة من خصائص ملموسة وغير ملموسة تنطوي على فوائد أو منافع وظيفية واجتماعية ونفسية وفي هذا الإطار فإن المنتج قد يكون في صورة سلعة أو خدمة أو فكرة أو أي تركيبة تجمع بينهما ويعد المنتج من أهم عناصر المزيج التسويقي ويمكن تعريفه على أنه شيء يحمل خصائص وصفات ملموسة وغير ملموسة يمكن عرضها في السوق لجذب الانتباه ويمكن لهذا الشيء تلبية حاجات ورغبات إنسانية وقد تكون مادية أو خدمية وتعرف السلعة بأنها ذلك المزيج من المكونات المادية وغير المادية التي يشتريها المستهلك جميعا في آن واحد وذلك بهدف إشباع حاجة من حاجاته المتعددة وتلبية طلباته ويرى كوتلر المنتج على أنه أي شيء يمكن تقديمه للسوق بغرض الاستهلاك أو الاستخدام أو الحيازة أو الإشباع لحاجة معينة أو رغبة معينة إن المشتري لا يشتري المنتج بخصائص مادية فحسب وإنما يشتري الانطباع عنه أيضا وذلك وهناك ثلاث مستعيات لمفهوم المنتج على التوالي نوضحه من خلال الشكل الآتي عزيز الدارس أمامك شكل يبين الأبعاد الثلاثة لمفهوم المنتج وهي البعد الجوهري للمنتج وهو في مركز الدائرة والبعد الملموس والمتمثل في الغلاف والشكل والجودة والاسم التجاري والخصائص المادية وهو الحلقة الثانية حول جوهر المنتج والتركيب والنقل والضمان والبيع بالتقصيد والصيانة والإصلاح هي تمثل البعد الإضافي أما البعد الجوهري الذي هو يقوم المنتج لأجله فيعتمد على المنفع أو الرمز أو السبب الرئيسي الذي يعتمده المستهلك في شرائه للمنتج والآن عزيز الدارس نتناول هذه العناصر بشيء من التفصيل واحد البعد الجوهري لمفهوم المنتج وهو البعد الذي يعبر عن المنفع التي يدركها المستهلك ويتوقعها من المنتج أي أن هذا البعد يفسر سبب شراء المنتج مثال البعد الجوهري للمنتج قد يتمثل في الإحساس بمنفعة الإقامة في فندق من الدرجة الأولى أو التفاخر أمام الآخرين أو الإحساس بالمكانة الاجتماعية اثنين البعد الملموس لمفهوم المنتج وهو البعد الذي يجسد الجوانب الملموسة من المنتج التي تشمل خصائص المادية الكيميائية الشكل ومستوى الجودة والاسم التجاري والمنتج الجيد هو الذي يحول جوهر أو قلب المنتج إلى منتج ملموس مثال البعد الملموس للمنتج قد يتمثل في موقع الفندق وفترة الانتظار قبل الحصول على الغرفة إلى آخره ثلاثة البعد الإضافي أو المكمل لمفهوم المنتج وهو البعد الذي يتمثل في مجموعة الخدمات والمنافع المضافة للمنتج التي يحصل عليها العميل عند شرائه المنتج مثال للبعد الإضافي قد يتمثل في العطعمة والمشروبات المقدمة والموسيقى والتلفاز وعدد القنوات المقدمة فيه إلى آخره عزيز الدارس كان ذلك عن مفهوم المنتج أما أنواع المنتجات فسنوضحها من خلال الفقر الآتي تنقسم المنتجات إلى سلع وخدمات وينبثق عن هذا التصنيف تقسيمات فرعية مثلا يمكن تقسيم السلع إلى سلع صناعية وسلع استهلاكية والسلع الاستهلاكية بدورها تنقسم إلى سلع ميسرة وسلع تسوق وسلع خاصة وكذا فيما يلي سنناقش أولا السلع السلع هي كيام مادي ملموس له شكل محدود وخصائص ومواصفات معينة تشبع حاجات ورغبات معينة للمشتري وأهم خصائص السلع ما يلي واحد للسلع كيام مادي ملموس اثنين السلع يمكن تخزينها ثلاثة عدم وجود تلازم بين إنتاج السلع ووجود العميل أربعة إمكانية تجربة السلع قبل شراءها أو استعمالها أما أنواع السلع فهي واحد السلع الصناعية اثنين السلع الاستهلاكية وتتألف من السلع الميسرة سلع التسوق السلع الخاصة السلع غير المطلوبة وسنبدأ أولا بمناقشة السلع الصناعية وهي السلع التي تشترى بغرض استخدامها في مجالات صناعية وإنتاجية أو بغرض صناعة سلع أخرى وتنقسم السلع الإنتاجية في الغالب إلى خمس مجموعات رئيسية وهي الخامات والمواد الأولية اثنين التركيبات والآلات الثقيلة ثلاثة الأجهزة والعدد الصغيرة أربعة الأجزاء التكميلية أو تامة الصنع خمسة مهمات التشغيل والصيانة تتميز السلع الصناعية بالعديد من الخصائص التسويقية نذكر بعضا منها واحد انخفاض معدل تكرار شراء السلع الإنتاجية الصناعية اثنين ارتباط تسويق الكثير من السلع الإنتاجية الصناعية بخدمات ما قبله وبعد البيع ثلاثة يترتب على الخاصية السابقة ضرورة اهتمام منتجي هذه السلع بتقديم تلك الخدمات وذلك لتقوية قدراتهم البيعية والتنافسية أربعة دوافع مبرات شراء السلع الإنتاجية الصناعية هي دوافع عقلية رشيدة واقتصادية بحتة خمسة ارتباط مبيعات الكثير من السلع الإنتاجية الصناعية بالحالة الاقتصادية للدولة أو السوق المشتري للمنتج ويمكن توضيح أهم أنواع السلع الصناعية من خلال الشكل الآتي شكل يبين تصنيف السلع الصناعية يمثل المواد الأولية تنبثق عن السلع الصناعية في هذا التصنيف أولا المواد الأولية والتي تتصنف إلى المواد والمواد المصنعة أما النوع الثاني فسلع التصميم وتتمثل في التجهيزات أما النوع الثالث فهي مهمات التشغيل وتتمثل في مهمات التشغيل وخدمات الأعمال اثنين السلع الاستهلاكية وهي سلع المستهلك النهائي أي تلك السلع التي يقوم المشتري أو المستهلك النهائي بشرائها لإشباع حاجاته أو رغباته الشخصية وتتميز السلع الاستهلاكية بالعديد من الخصائص التسويقية منها ما يلي واحد انخفاض أسعارها مقارنة بأسعار السلع الإنتاجية اثنين تعدد وانتشار عملائها ثلاثة ارتفاع معدل دوران شرائها أربعة دوافع شرائها عاطفية أكثر منها عقلية ويمكن تقسيم السلع الاستهلاكية إلى أربعة أنواع هي واحد السلع الميسرة اثنين سلع التسويق ثلاثة السلع الخاصة أربعة السلع غير المطلوبة وفيما يلي توضيح لهذه السلع مبتدئين بالسلع الميسرة إن السلع الاستقرابية كما تسمى في بعض الكتب وهي السلع التي يحتاج إليها المستهلك ويشتريها باستمرار ويمكنه الحصول عليها بيسر لأنها في الغالب تكون قريبة منه ومن أمثلتها كافة المواد الغذائية والصحف وتتميز السلع الميسرة بالخصائص التسويقية الآتية واحد عدم بذل المستهلك في العادة أي جهد خاص في سبيل الحصول عليها اثنيا انخفاض ثمن الوحدة منها وبالتالي انخفاض هامش الربح في الوحدة منها ثلاثة تكرار عدد مرات الشراء منها وبكميات محدودة في كل مرة أربعة غالبا ما تكون السلع الميسرة نمطية من ناحية الجودة أو المواصفات ويترتب على هذه الخاصية ضرورة قيام منتجي هذه السلع بالعديد من التصرفات التسويقية منها واحد تسعير السلع الميسرة بما يتماشى مع أسعار السلع البديلة المماثلة لها اثنين قيام المنتجين بالترويج لمنتجاتهم بشكل واسع ومكثف مع استخدام كافة عناصر المزيج الترويجي ثلاثة الاهتمام بنشاطي التغليف والتطوير مع الابتكار فيهما باعتبار ذلك عاملا إعلاميا مؤثرا يوحي بأفضلية السلع عن غيرها أربعة دوافع شراءها في الغالب عاطفية أكثر منها عقلية خمسة قابلية معظم هذه السلع للتلف أكثر من غيرها اثنين سلع التسوق إن السلع الانتقائية وهي تلك السلع التي يبذل المستهلك بعض الوقت والجهد لانتقاء واختيار ما يناسبه منها ويقوم بالمقارنة بين الماركات المختلفة من هذه السلع ومن أمثلتها الأقمشة والملابس والأحذية والأدوات المنزلية إلى آخره وتتميز هذه السلع بالخصائص التسوقية الآتية واحد تكرار شراءها أقل من السلع الميسرة اثنين دوافع شراءها في الغالب عقلية وعاطفية ثلاثة غالبا ما تكون سلع التسوق غير نمطية من ناحية الجودة أو المواصفات أربعة ظهور المرأة كمشترية أساسية لكل أنواع هذه السلع خمسة سرعة تغير أذواق مستهلكي هذه السلع ويترتب على ذلك تعرض هذه السلع لمخاطر التقادم ولمواجهة هذه المخاطر ينبغي على منتجي هذه السلع القيام بالعديد من التصرفات التسويقية ومنها القيام بمعرفة التغيرات التي تحدث في أذواق المستهلكين وتوقعاتهم قبل حدوثها تخفيض المخزوم باستخدام العديد من السياسات المناسبة مثل سياسة الأوكسيونات ومبيعات الفرص إلى آخره تخفيض طول قناة التوزيع ثلاثة السلع الخاصة السلع الفريدة وهي السلع التي تنفرد بمميزات وصفات خاصة بها تميزها عن غيرها من السلع ومن أمثلتها ماركات أو مديلات معينة من السيارات أو بعض ماركات الملابس الجاهزة إلى آخره وتتميز السلع الخاصة بالخصائص التسويقية الآتية واحد يشتريها عدد محدود من المستهلكين اثنين لا توجد ظاهرة المفاضلة والمقارنة عند شراء هذا النوع من السلع ثلاثة دوافع شراءها في الغالب عاطفية بالإضافة إلى الدوافع العقلية ويترتب على هذه الخاصية ضرورة القيام بالعديد من التصرفات التسويقية ومنها واحد اتباع سياسة العرض المغلق إلى حد ما لهذا النوع من السلع اثنين استخدام وسائل الإعلان بصفة عامة والتركيز على بعض الوسائل بصفة خاصة ثلاثة اختيار رجال البيع القادرين على بيع هذه السلع لأولئك الأشخاص أربعة العناية الكبيرة بالغلاف بحيث يتميز بالتصميم المبتكر خمسة الترويج للإسم التجاري لهذه السلع وربطه بذهن المستهلك والسلع غير المطلوبة وهي السلع التي ربما لا يعرفها المستهلك أو يعرفها لكن لا يفكر في شراءها حاليا وغالبا ما تكون هذه السلع جديدة مثل أجهزة انذار الدخان مثل هذه السلع يحتاج المستهلك إلى التعرف عليها مما يتطلب حملات إعلانية مكثفة تستهدف تكوين قاعدة معروفة لدى المستهلكين لها ومن أمثلة هذه السلع التأمين على الحياة والموسوعات العلمية ولصعوبة تسويق مثل هذه السلع فإن الأساليب المستخدمة في بيعها تعد من أهم وأنجح أساليب البيع المعاصر ونلخص مما سبق إلى أن السلع الاستلاكية أمكن تصنيفها إلى عدة سلع كما بيناه في الشكل السابق ثانيا الخدمات الخدمة هي نشاط يؤدى أو يقدم لإشباح حاجة أو رغبة معينة للعميل وقد تقدم الخدمة مقابل مبلغ معين مثل خدمة الفنادق أو تقدم مقابل مبلغ رمزي مثل خدمات المراكز الحكومية وهناك عدة تصنيفات للخدمة فهي قد تمثل خدمة مجرد مثل خدمة الطب النفسي أو منتجا رئيسيا ترافقها سلع معينة مثل السفر على الطائرة وقد تكون الخدمة جزءا ثانويا في العرض مثل الضمان والصيانة وتوفير قطع الغيار عند شراء بعض الأدوات الكهربائية وهذه لها عدة خصائص تميزها عن السلعة ومن أهم هذه الخصائص ما يلي واحد ليس للخدمة كيام مادي ملموس ويترتب على هذه الخاصية أنه لا يمكن إدراكها بالحواس الخمس ولا يمكن عرضها في منافذ العرض ولا يمكن نقلها أو تخزينها وتعبئتها أو فحصها أو تجربتها قبل الشراء ويترتب على ما سبق ضرورة تقديم بعض التصرفات التسويقية التي تمكن من تسويق الخدمات منها واحد التركيز على تقديم بعض المؤثرات السايكولوجية على سلوك المستهلك مثل موقع منفذ الخدمة باء العمل على إيجاد حضور ملموس للخدمة جيم التركيز على الكفاءة والمهارة التي يمتلكها مقدم الخدمة دال التركيز على تحسين وتطوير العلاقة بين مقدم الخدمة وبين العميل الطالب للخدمة اثنين الخدمة لا تخزن ونتيجة لعدم القدرة على تخزين الخدمات ينبغي القيام ببعض التصرفات التسويقية منها واحد تقديم الخدمة بسعر أقل في الوقت الذي يقل فيه الطلب على الخدمة اثنيا استخدام نظام الحج المسبق للحصول على الخدمة ثلاثة تقديم بعض المغريات للعميل أثناء فترة انتظاره للحصول على الخدمة أربعة احتفاظ المنظمة بطاقة انتاجية وتسويقية مرنة لمواجهة تقلب الطلب ثلاثة من الصعب تنميط الخدمة وانتاجها بشكل كبير ونتتمكن المنظمة من تقليل حجم الصعوبات الناتجة عن صعوبة امكانية انتاج الخدمة بشكل نمطي ينبغي عليها اتخاذ بعض التصرفات التسويقية منها واحد استخدام العنظمة سابقة التخطيط لأداء الخدمات اثنين استخدام التقنيات الحديثة بدلا من اداء الخدمات بشكل يدوي ثلاثة وضع مستويات محددة للأداء أربعة عدم امكانية تجربة الخدمة قبل شرائها ويترتب على هذا الارتفاع درجة مخاطرة المستفيد من الخدمة مقارنة بمشتري السلعة ولتقليل درجة المخاطرة الناتجة عن صعوبة تجربة الخدمة قبل شرائها ينبغي القيام ببعض التصرفات التسويقية منها واحد رفع درجة مهارة العاملين في مجال تقديم الخدمة مع الاهتمام بمبدأ التخصص ما امكن اثنين عرض نماذج لشكل ومستعيات الخدمات الممكن الحصول عليها ثلاثة ابداء الاستعداد الكامل للاستماع وتلبية طلبات العميل حتى بعد تقديم الخدمة بالسعر الرسمي للخدمة فقط خمسة تلازم تقديم الخدمة مع وجود العميل ويترتب على هذه الخاصية أن التأثير في العميل يكون على قدر ومستوى الخدمة وجودتها وطريقة تقديمها ومن التصرفات التسويقية لمواجهة هذه الخاصية تقديم الخدمة بمرونة عالية وذلك للتكيف مع علمات غير محددة من الحاجات ورغبات المستهلكين ومما سبق عزيز الدارس نستنتج ان تسويق الخدمات غالبا ما يكون اصعب من تسويق السلع الجديدة عزيز الدارس تلك كانت الفقرة الاخيرة من فقرات هذه الحلقة وقد تناولنا فيها مفهوم المزيج التسويقي وبينا الفرق بين المزيج التسويقي الصناعي التقليدي وبين المزيج التسويق الخدمي وتحدثنا عن مفهوم المنتج وعن المنتجات وكيف ان تسويق الخدمات اصبع عب من تسويق السلع وللاستفادة اكثر عليك العودة الى الكتاب المقرر ونجد من المفيد والمناسب قبل الختام ان نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقة بما جاء في هذه الحلقة نأمل ان توفق في الاجابة عنها وسنستعرض اجابتها في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى والتدريبات هي واحد ما الفرق بين المزيج التسويقي التقليدي الصناعي وبين المزيج التسويقي الخدمي السؤال الثاني ما هو المنتج السؤال الثالث عرف السلعة واذكر اهم خصائصها السؤال الرابع عدد انواع السلعة الاستهلاكية السؤال الخامس ما هي الخدمات وما هي اهم خصائصها اذكرها باجاز الى هنا نأمل ان تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا والى لقاء اخر في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى نستردعك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة